أعزائي التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحان الوطني للباكالوريا مسلك علوم متتبعي قناة التربوية Labo 10 VT أهلا بكم في هذه الحصة الأولى من سلسلة من الحصص المخصصة لوحدات الخبر الوراثي كتذكير لقد درسنا في السنة الثانية تانوي إعدادي المفاهيم الأولى لعلم الوراثة عند الإنسان من خلال مقطع التولد وانتقال الصفات الوراثية عند الإنسان بحيث تطرقنا إلى مفهوم الصفات الوراثية وبعض الأمراض الوراثية كالمهق والدلطونية وتطرقنا إلى مفهوم الخريطة الصبغية وشجرة النساب ودور الأمشاج ودور الإخصاب في تكون البيضة وهي الخلية الأولى للإنسان وتطرقنا بشكل مبسط إلى آليات انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء في هذه السنة أي في السنة الثانية تانوي باكالوريا علوم سنتطرق إلى مفهوم الخبر الوراثي كامتداد لعلم الوراثة من خلال سلسلة من الحصص في هذه الحصة الأولى سنكتشف تموضع الخبر الوراثي وطريقة انتقاله عبر الأجيال من خلال الأنشطة التالية أعزاء التلاميذ يبين هذا الشريط أن تكاثر بكتيريا واحدة يفضي إلى ملايين من البكتيريات المتشابهة تماما للبكتيريا الأصلية هذا يدل أن الخلايا رغم تعضيها البسيط من نواة وسيتوبلازم وغشاء تمتاز بنوعية وخصوصية وظيفية أي كل خلية تتوفر على برنامج أو خبر يحدد ويتحكم في خصوصيتها إنه البرنامج أو الخبر الوراثي الذي ينتقل عبر الأجيال بواسطة التكاثر الخلوي أعزاء التلاميذ تعرفون كذلك جيدا أن التوأمين الحقيقيين ينتجاني عن تطور خلية بيضية واحدة التي انشطرت إلى جنينين مستقلين تطورا بصفة مستقلة عن بعضهما وهما يكونان دائما من نفس الجنس ولهما نفس الصفات الوراثية المورفولوجية والفيزيولوجية لأنهما تلقيا نفس الخبر أو البرنامج الوراثي من الخلية البيضية الأولى فأين يتموضع الخبر الوراثي داخل الخلية إذن؟ وكيف ينتقل من خلية إلى أخرى؟ للإجابة عن هذه التساؤلات ننجز الأنشطة التالية لنحلل أولا نتائج تجربة التقطيع الدقيق عند الأميبا كما هو مبين في هذه الوثيقة إن الأميبا كائن واحد الخلية يتكون من نواة وسيتو بلازم وغشاء تنتقل الأميبا بواسطة شبه أرجل وهي امتدادات سيتو بلازمية في هذه التجربة نقطع أميبا إلى جزئين الجزء يحتوي على نواة وجزء بدون نواة بعد أيام نلاحظ أن الجزء المنوي يجدد معه دفاع من السيتو بلازم في حين أن الجزء الغير المنوي ينحل ويندثر هذا يدل على أن النواة ضرورية لحياة الخلية والآن لنحلل تجارب القطع والتطعيم على تحلوب أسيتابيولاغيا لنكتشف أولا بنية هذا التحلوب إن تحلوب أسيتابيولاغيا كائن واحد الخلية لكنه ذو حجم كبير يصير إلى خمسة سنتيمترات يتثبت على دعامة بواسطة الوبر الجدري الذي يحتوي على نواة تظهر القبعة بعد تطور يدوم حوالي ستون يوما تقريبا يصل قطر القبعة حوالي واحد سنتيمتر كما يظهر في هذه الصورة التجربة الأولى تم قطع تحلوب أسيتابيولاغيا إلى ثلاث أجزاء القبعة والجزء الأوسط والجزء القاعدي المنوي أي الذي يحتوي على نواة كما هو مبين في هذه الوثيقة فنحصل على النتائج التالية القبعة تبقى حية لبضع الأيام لكنها تموت وتنضطر ولا تجدد الجزء القاعدي الجزء الأوسط يبقى حيا لبضع الأسابيع لكنه لا يكبر وينضطر كذلك الجزء القاعدي المنوي أي الذي يحتوي على نواة ينمو ويعطي خلية كاملة بقبعتها التجربة الثانية نقطع تحلوب أسيتابيولاغيا كما هو مبين في هذه الوثيقة ثم ننقل النواة من الجزء القاعدي ونزرعها في الجزء الأوسط نلاحظ أن الجزء الأوسط الذي زرعت فيه النواة يجدد مجموع التحلوب التجربة الثالثة تم قطع قبعة تحلوبين تحلوب ألف من نوع أسيتابيولاغيا بيتغالية وتحلوب باء من نوع أسيتابيولاغيا كرينولا ثم ننقل نواة التحلوب أ ونزرعها في التحلوب باء وننقل نواة التحلوب باء ونزرعها في التحلوب ألف هذه العملية تسمى التطعيم المتقاطع للنواة نلاحظ أن التحلوب أ يجدد قبعة من نوع أسيتابيولاغيا كرينولا والتحلوب باء يجدد قبعة من نوع أسيتابيولاغيا بيتغالية أعزاء التلاميذ يتبين من خلال هذه التجارب أن الجزء السيتوبلازمي وحده والقبعة وحدها لا يمكنهما أن يجدد تحلوبا كاملا وينتصر في غياب النواة بينما الجزء القاعدي الذي يحتوي على النواة يبقى حيا ويجدد خلية كاملة تستمر في العيش وقادرة على التكاثر وأن زرع نواة نوع معين في ساق نوع آخر يؤدي إلى إنتاج قبعة خاصة بالنوع الذي أخذت منه النواة إن كل هذه التجارب تؤكد أن النواة هي التي تحمل الخبر الوراثي الذي يؤثر على التركيبات والتغيرات التي تحدث في السيتوبلازم أي أن البرنامج الوراثي الموجود في النواة يترجم على شكل الصفات في السيتوبلازم والآن سنكتشف دور النواة عند الكائنات المتعددة الخلايا مثل العلجوم من خلال التجربة التالية نأخذ عدة بويضات غير مخصبة من أنثى علجوم أخضر ندمر أنويات هذه البويضات بواسطة التشعيع نحصل على بويضات بدون ناوة نأخذ أنوية من خلايا معاوية لعلجوم أمهق أي بدون لون جلدي نزرع نواة الخلايا المعاوية في كل بويضة نحصل على بويضات بنواة خلية علجوم أمهق تتطور كل بويضة وتعطي علجوم أمهق وهي علجم متشابهة لها نفس الصفات وتسمى بذلك لما وتسمى هذه العملية بالتلميم أو الاستنساخ والآن نكتشف التلميم عند الثديات مثل الأبقر يأخذ جنين في بداية نموه أي في مرحلة 32 خلية من بقرة مختارة من حيث صفات جيدة كإنتاج كمية وافرة من الحليب واللح ومخصبة بعجل مختار كذلك تعزل وتفرق الخلايا الجلينية وتستخرج أنويتها تأخذ بويضات غير مخصبة من أبقار عادية وتفرغ من نواتها كذلك ثم تزرع كل نوات جنينية في بويضة من البويضات المفرغة من النوات ثم تزرع كل بيضة في رحم بقرة تسمى بقرة حاملة فتلد هذه الأخيرة عجولا متشابهة ولها صفات البقرة المختارة هذه العجول تشكل إذن لمتا تستعمل هذه العملية في طربية الأبقار وذلك باستيراد الأجنة بدل استيراد الأبقار إن هذه التجارب عند الكائنات الوحيدة الخلية والمتعددة الخلايا تؤكد أن الخبر الوراثي الذي يحدد الصفات الوراثية يتموضع في النوات والآن سنكتشف كيف تقوم النوات بنقل الخبر الوراثي من خلية إلى أخرى لنكتشف أولا البنية الفوقية للنوات تبين الملاحظة المجهرية الإلكترونية أن النوات تتكون من غشاء نووي به مسام يمكن التواصل بين النوات والستوبلازم تحتوي النوات كذلك على الجبلة النووية ونوية وخيطات تسمى الصبغي أطلق على هذه الخيطات الصبغيات وهي من أهم مكونات النوات تصبح مرئية أثناء الانقسام الخلوي كما سنرى في فقرة الانقسام الخلوي فلنكتشف الآن التغيرات والأحداث التي تعرفها النوات أثناء الانقسام الخلوي الغير المباشر في الخلايا النباتية أولا أعزائي الترابيذ يمكن ملاحظة مختلف أطوار وأحداث الانقسام الخلوي في فترة نمو أعضاء نباتية مثل الجذور أو البراعم ويسمحوا استعمال ملونات مناسبة من ملاحظة جيدة لمكونات النوات من خلال المناولة التالية تغمر جذور البصل في مخبار به ماء وتوضع داخل التلاجة قصدة تبطئة ظاهرة انقسام الخلايا ثم تقطع جذور البصل إلى قطع صغيرة يصل طولها إلى 1 سم ثم تغمر هذه القطع الجذرية في أنبوب اختبار به الملون القرمزي الخلي ثم تغلية الخلايا لمدة دقيقة ثم توضع قطعة جذر فوق صافحة زجاجية وتغطيتها بواسطة صفيحة مع الضغط عليها قصدة تفكيك الخلايا ثم نلاحظ هذا التحضير بواسطة المجهر فنلاحظ مجموعة من الخلايا النباتية تختلف في العجم والشكل هناك خلايا تحول فيها الصبغين إلى الصبغيات وأخرى انقسمت الصبغيات إلى كتلتين وخلايا أخرى في طور الانقسام مما يدل أن الانقسام الخلاوي يمر بمراحل لذا يسمى انقسام غير مباشر فما هي مراحل وأطوار الانقسام الغير مباشر أتلخص هذه الوثيقة مراحل الانقسام الغير مباشر لخالية نباتية المرحلة التمهيدية تستغرق أطول مدة ما بين 15 إلى 60 دقيقة تتميز باختفاء الغشاء النووي واختفاء النوية وتحول الصبغين إلى صبغيات وظهور ألياف قطبية المرحلة الاستوائية وهو طور قصير بضعة دقائق يتميز بتموضع الصبغيات في وسط الخلية في خط استوائها بالضبط مكوناتا ما يعرف بالصفحة الاستوائية وتظهر الصبغيات بوضوح كل صبغي يتكون من صبغيين يربط بينهما جزي مركزي استطالة الألياف الصبغية وتثبتها بالجزي المركزي تربط كل الصبغي بقطبي مغزي الانقسام في هذه المرحلة يمكن استخراج الصبغيات لإنجاز ما يعرف بالخريطة الصبغية المرحلة الانفصالية تستغرق هذه المرحلة حوالي دقيقتين ينقسم فيها كل جزي مركزي مكونا جزيئين مركزيين يتصل كل واحد منهما بصبغي يبتعد الصبغيين في اتجاه أحد قطبي الخلية وذلك نتيجة التقصير الألياف الصبغية مما يؤدي إلى هجرة مجموعتين متماثلتين من الصبغيات بحيث أن كل صبغي في الخلية الأولية ممتل في كل من المجموعتين بصبغي ابن المرحلة النهائية مدتها تقارب مدة الطور التمهيدي تتميز بتكون نواة على مستوى كل حصة من الصبغيات اختفاء مغزل الانقسام تكون الغشاء النووي وتحول الصبغيات إلى الصبغين ثم ظهور النووية بهذه الطريقة تنقسم النواة وتنتقل الصبغيات إلى الخليتين البنتين أما للحصول على خليتين يتطلب انقسام السيتو بلازم وذلك بوسطة انتاج جدار سليلوزي جديد يفصل بين الخليتين البنتين والآن سنكتشف مراحل الانقسام المباشر عند خلية حيوانية تتميز الخلية الحيوانية عن الخلية النباتية زيادة على اختلافات أخرى باحتوائها على عضي سيتو بلازمي يسمى الجسيم المركزي يتكون من حبتين متعامدتين تسميين مركزيين يمر انقسام الخلية الحيوانية مثل الخلية النباتية بأربعة مراحل لكن نسجل اختلافين أهمين فقط الاختلاف الأول في بداية الطور التمهيدي يتضاعف المركزيين لجسيم المركزي ثم يبتعد كل زوج نحو قطب من الخلية يصبح على شكل نجينية وبين النجينيتين تمتد ألياف الانقسام أو الألياف القطبية الفرق الثاني خلال المرحلة النهائية يتكون شق أو تضيق على مستوى خط الاستواء مكونا ما يسمى بالاختناق الاستوائي فتنفصل الخليتين الحيوانيتين البنتين أعزاء التلاميذ إن نسبة الحجم النووي على حجم السيتوبلازم هي التي تحدد دخول نوات في الانقسام أم لا فإذا وصلت هذه النسبة قيمة دنيا أي بعد ارتفاع حجم السيتوبلازم تكون نوات مضطرة للدخول في الانقسام إنها حتمية أو ضرورية الانقسام غير مباشر كما يظهر في هذا المبيان أعزاء التلاميذ من خلال هذه الأنشطة نستنتج أن الخبر الولاة يتموضع في نوات الخلايا على شكل صبغية تنتقل بين الأجيال الخلوية بواسطة الانقسام الغير مباشر في الحصة المقبلة سنكتشف ما هي الطبيعة الكيميائية للخبر الولاة أعزاء التلاميذ أدعوكم المشاركة في قناتي كما أنتظر تعليقاتكم لتحسين هذه الأعمال الطربوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر